منذ بداية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة رواج الجيش الاسرائيلي لفكرة المناطق الامنة لكن الامم المتحدة سجلت باستمرار حوادث قصف في تلك المواقع في الثامن عشر من ديسمبر من العام الماضي وزع جيش الاحتلال منشورة تفيد بان حية للسلطان غربي مدينة رفح منطقة امنة لكن في اليوم نفسه قصف المكان واستشهد سبعون شخصا وفي الخامس عشر من الشهر نفسه تواغلت الدبابات الاسرائيلية الى مواصي خان يونس ونفذت عملية عسكرية محدودة بين خيام النزحين استشهد على اثرها ستة عشر فلسطينيا اما في العشرين من ابريل الماضي فضمر هجوم جوي مبنى في مواصي رفح كان كبار المسؤولين الاسرائيليين اعلنوا ان محيطه امن ولن يقصف وفي الثاني عشر من مايو شنت الطائرة الحربية الاسرائيلية عدة غارات على مخيم وبلدة جباليا واستهدف مناطق سكانية متفرقة تبعها حركة نزوح واسعة لالاف الفلسطينيين من شمال القطاع باتجاه غربي مدينة غزة في الخامس والعشرين من الشهر ذاته قصفت المدفاعية الاسرائيلية مجددا مواصي خان يونس حيث خيام النزحين والتي غرفت بمجزرة حرق الخيام ما اصفر عن استشهاد اكثر من تسعين شخصا واصابة نحو ثلاثمائة اخرين في الرابع عشر من يوليو تم قصف مدرسة للانروى في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة والتي تؤوي عددا كبيرا من النزحين الذين لاجئوا اليها بحثا عن الامان في دير البلح وسط قطاع غزة وتحديدا باحدى المدارس التي تعد اكثر المناطق اقتضاظا بالاسر النازحة استشهد ما لا يقل عن ثلاثين فلسطينيا واصيب العشرات في قصف اسرائيلي على المدرسة التي كانت تعد ايضا من المناطق الامنة وهكذا يستمر شلال الدم بلا توقف في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر